السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في مطبخ سريف حسنا أتمنى أن تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحوال طيبة إن شاء الله اليوم نخدم معكم هذا الغريب اللي صراحة كتجي لديدة بزاف وكتقى مرخيصة وكتعطي كيمية وفيرة إذن البنات هدو هما المكونات اللي غدا نخدم بيهم كما كتشوفوا معايا عندي هنايا ثلاثة ديال الكيسان ديال الزيت العبار ثلاثة ديال الكيسان سكر سانيدة ثلاثة ديال الخمرات جوجباني عندي ربعات البيضات وعندي رابعة ديال الزبدة مدوبة وعندي كاس اللوز مهرمش وكاس جنجلان صحيح حمرتهم بجوجهم ومعلقة كبيرة ديال النافع إذن البنات كان بدأوا على بركتي الله سنيروا البيض هو الول ربعات ديال البيضات يكون الحجم ديالهم شوية كبير شوية ديال الملحة سانيدة ثلاثة ديال الكيسان حاولوا البنات دائما تغرب له السانيدة كما دائما تنقول لكم لأن بعض الباكيات تكون فيهم ديك السانيدة اللي كتكون الحبة ديالها رقيقة هذيك ما كتبغيش الدوب تغرب لوها في الغربة الرقيق وهذيك السانيدة اللي كتبقى الفوق كتتعودوا الطحنوة وكتخدموا بها هذي هنضيف جوج أكياس ديال السكر فاني صافي وده بغدا نبدأ نخدم المكونات ديال البيض والسانيدة والفاني حتى كتدوب الثانيدة وكتندمج مع البيض مزيان نكون لما تخدم المكونات مزيان في هذي المرحلة كتكون النتيجة أحسن صافي البنات دابا غدا نضيف الكيسان ديال الزيت نضيف الكيسان ديال الزيت والكيسان ديال السانيدة كما لاحظتوا البنات هو العبار بكاس ديال العنبة كما لاحظتوا أنا خدمز مزيان هذي المرحلة حتى كنحس بأن السانيدة ردابت صافي دابا نضيف الكيس الأول ديال الزيت وندمجه مع العناصر اللي حطينا في الأول هات الشكل هذا ديال الزيت وندمجه مع العناصر اللي حطينا في الأول الزيت اللي بقى علينا يعني بالنسبة للزبدة ضروري تدوبوها البنات إذا ما دوبتوهاش ماني غتجيوا الدهن الغريبة بالصفر ديال البيض ونس كافيه هذا كل هذا غتجيكم بحل اللي مدمعه ما غايجيش يعني إذا كالبيض مقاد هذا هو علاش نأكد على الزبدة ديال الزيته تكون مدوبة أنا بزاف ديال البنات كيبشيوا غالطة أنه ممكن يدوبوهاش ضروري الدوب سوفي البنات كما راحتوك نحصله على خليط بهذا الشكل هذا وعد ضفت الزبدة سوف ندخل الزبدة مع بقية المقادير ونضيف زنجلان كاس عنبه جنجلان محمر واللوز حتى هو حمروه وهرمشوه وبالنسبة للنافع ما محمرش لأن النافع مني كيت حمرت يعطي واحد واحد الحرورية المرورية في الغريبة حاولو تديروها عادي ما محمرش غير النافع اللي ما تحمروهش سوف يدابا ندخل هال المكونات وغدا أنا بدا نضيف الطحين بشوية بشوية حاولو تديرو الطحين غير بشوية وانتو ما كد توركوا على الطحين باش كيدخلوا فيه كالسوائل وما تقدركمش العجينة وتقصاح حيث لا تبقاش الغريبة نهائيا جزوينة كتولي وتكوروها وهي كتتحل مع الجناب نضيف ثلاثة ديال الخمارات ديرو الخمارات اللي الوزن ديالها 8 جرام في الكيس نكمل بهالطريقة هذي 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 نوريكم كيفاش كيكون العجين لان ما يمكنش نعطي القياس مضبوط ديال الطحين تيختلف من نوعية الطحين لنوعية طحين هدوها لاش رحتو انا كنضيف غيب شوية بشوية سوفي غدا نكمل بهالطريقة وانا كندخل في الطحين غيب شوية بشوية في السوائل حتى كنحصل على واحد العجين اللي غنوريكم كيفاش كيكون دير وانطلاقة معاكم اذا البنات كنحصل على واحد العجين تيكون بهد الشكل هاذا حاولت نقرر باحد الكاميرا باش تشوفوه تقريبا تقريبا بحل العجينة ديال اللي بهنا سوف يكن بدأ نشكل الكورات للحجم ديالهم شوية يكون كبير صراحة الحجر البلدية كتعجبني تبقى في الاصل ديالها كتكون عاطية العين وحتى الشقاق كيجي واضحين لف البهلة لف هاد الغريبة البلدية تهي او لباقي الغريبات البلدية ان شاء الله هني غننزل لكم في القناة كيجي وعاطية العين مني كتكون الغريبة غيم كورة غراه كيجي غريب حلشي حجم كورة وصافي محطوطة ما بيناش ما عاطياش العين لف الشكل ولف الشقاق ما كيجيوش فيها شقاق بينين ان شاء الله المرجية كيما قلت لكم انا عبر لكم الوزن ديال الحبه صافيك نكمل بهالطريقة هادي بغيتو تفرشو قابي كويسون فرشو ما بغيتوش ديرو غير تهنو اللاطة بالزيت ورشوها بالطحين مزيان وصوصوها مزيان من الفائد ديال الطحين وخدمو فيها عادي ما تخافو التمنشي حاجة وهاد الأثناء اللي كنشكل فيها الغريبة بحال الطياب الغريبة دائما نقول لكم الطياب الغريبة او الغريبة اللي كيتشقوا اللي تكون فيهم الطحين ماشي بحل المعلكات او الكوكو السميدة هادي كتديروها التحت هالولا عدا كنطلعوها الفوق اما هاد الغريبات اللي ككون فيهم الطحين وتكونوا يتشقوا دائما الفران شعلوه الفوق والتحت ونقصوه هنكمل بنفس الطريقة ونتلقى معاكم بعد ما نكمل اذا لبنات اخذت بيضة كاملة اصفر بيضة اضفت ليهم راس مع القامة تفوتوش ديال نيس كافي انا اضفت واحد النوع ديال القهوة اللي كنت نيس كافي كان اخدم بيه صافي كان دهن الوجه ديال الغريبة على هاد الشكل هادا وحد اللمسة خفيفة حاولوا متكتروش حتى يبقى لكم البيض نازل مع الغريبة في جناب ديالها في اللاطة او في الورق يعني غي شوية وحاولوا تضربوا جناب تهوما مزيان باش كي تجي موحدة فتحمر ديالها هانتو معلها هاد الشكل هادا يعني العملية رسالة قيمة كتروش البيض هزو في الشيطة القياس اللي غادي يكفيكم باش ميبقاش نازل مع جناب نكمل بهالطريقة هادي وغدا ندير في الوسط حبة ديال اللوز اللوز ما محمرش على هاد الشكل هادا كان بركلة الغريبة باش كتساعدنا في تشقاق صفي البنات اذا بغا ندخلها نكمل ونطلقها معاكم باش ندخلوا الفران خليوكم معي داب البنات غا ندخل الفران سخون فران شاعل فوق ولتحت وغنقص الفران مزيان وغنخلات طيبة لا راحته واذا هو الشكل ديال الغريبة بعد ما طابت البنات لصراحة تمتجي لديدة لديدة لواحد درجة كبيرة وكتعطي كمية كثيرة والاهم انكم كيف كتاكلها تدوب في الفم يعني روع ان شاء الله مني غتجربوها غدا تبقى معتمدة عندكم وحتى اللون كما قلت لكم جناب ضروري تضربو جناب حتى هما بالبيض والنيس كافي وما كتجيش فيها نهائيا الريحة ديال البيض بالنسبة لبنات اللي يطرحوا السؤال على انه واش كتجي فيها الريحة ديال البيض ما فيهاش نهائيا الريحة ديال البيض كما قلت لكم والبنات انا شاعلت الفران الفوق والتحت مني بانت لي الغريبة تشقات والتحمرات يعني ما التحمرات ش حتى ولت عاقرة في الحمورية صافي طفيت الفوق وخليت العافية شاعلة غير تحت يعني تحت الغريبة وهذاك الصهد ديال الفران كيعاونها يعني ذاك الصهد اللي كيكون ضير في الفران تعاونها في التحمار من الفوق يعني ما خام ما مشاعلينش الفران على الوجه لان انا صافي ذاك شي اللي بغي نوصلنا للغريبة تشقات تحمرات من الوجه هنخليه هادا بتتحمر من تحت وكيعاون ذاك الصهد كيما قلت لكم ليس يكون ضير في الفران في التحمار من الداخل وتعطيها واحد لنون دهبي كيما هادا اللي كتشوفوا صراحة ان تجي روعة 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 وكتعطي واحد الكمية وافيرة كيما قلت لكم في الاول ان شاء الله سبعوا غير المراحل واي حاجة ما فهماش ان شاء الله خليوا لي في الكومنتير انا غدا نجاوبكم اليها ولكن احدا كما البنات الفران ذا الزنقة تهوت صيفتوها الفران تهوت يصيفها تتحمر بحلاكة تعطيها هادا اللون يعني كتجي صراحة الديدة بزاف بزاف ان شاء الله مني غتجربوها اذا انت عارفوني علاش كنت كلها ساعة كنقول لكم كتجي الديدة كتجي الديدة لان فعلا كتستحق التجربة واحد الوليدة الصغار كتعجبهم اذا ابنات اي مرحلة من فهماش اي حاجة من فهماش خليوا لي ان شاء الله في الكومنتير غدا نجاوبكم عليها وتهلوا فراتكم بزاف بزاف والى لقاء اخر في فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة